اهلا بكم دعا نائب ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك انصار الانتقال ومسلحه الى بدء عملية الزحف الاقتحام واسقاط قصر المعاشق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جاء ذلك في بيان متلفز كشف سعي الانتقالي رسميا للانقلاب على الدولة والشرعية في الجنوب على غرار ما فعلته مليشة الحوث الموالية لايران في صنعاء عام 2014 في السياق قال مستشار وزير الاعلام في الحكومة الشرعية مختار الرحبي ان اعلان هاني بن بريك النفير العام والدعوة لاقتحام قصر معاشق يكشف معطيات جديدة لانقلاب جديد تقوده الامارات واضف الرحبي في تصريح لقناة يمن شباب ان المملكة العربية السعودية تتابع عن كثف ما يحدث مؤكدة بان اي تصعيد ضد الدولة هو اعتداء ضد التحالف وحرف لمسار المعركة في اليمن اندلعت اشتباكات مسلحة مساء اليوم بين قوات تابعة للجيش الوطني ومسلحين يتبعون المجلس الانتقالي في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن مصدر محلية ذكرتنا الاشتباكات اندلعت بين قوات من لواء بادر واخرى تابعة للانتقالي وامتدت الاشتباكات الى جزيرة العمال شيع اهالي عزلة بني متسم في ريف اب جثمان طفل قتل برصاص قوات الحزام الامني الموالية للامارات اثناء عملية التهجير المناطقية في العاصمة المؤقتة عدن وقالت مصدر محلية لقناة يمن شباب ان الاهالي في ريف اب شيع جثمان الطفل عبد الرحمن رشيد الذي قتل قبل ايام بطلق ناري اثناء تواجده في سوق المنصورة المركزي في عدن بعد مداهمة السوق من قبل قوات الحزام الامني وكان شهود عيان قد اكدوا في وقت سابق مقتل طفل كان يحمل بيده كيسة خضروات بسوق المنصورة المركزي بعدا اثناء حملة التهجير المناطقية الى محافظة الحديدة حيث شنت ميليشيا الحوثي قصفا مدفعيا استهدف المدنيين في عدد من الاحياء السكانية جنوب المحافظة مصدر محلية ذكرت ان الميليشيا اطلقت عددا من قذائف الهون باتجاه منازل المدنيين في مدينة التحيطة ما اسفر عن تدمير بعض المنازل عود طيران التحالف العربي اليوم الاربعاء قصف اهداف عسكرية حوثية في العاصمة صنعاء وقالت مصادر محلية ان مقاتلات التحالف قصفت مواقع للحوثيين في معسكر السواد معسكر 48 دون ان توضح تلك الاهداف ونتائجها لقي قيادي امني في مليشيا الحوثي بمحافظة ريمة مصرعه على يد قيادي حوثي اخر اقل مصدر المحلي ان المدعو يوسف قايد السنة المعين من قبل الحوثيين مديرا للبحث الجنائي بمديرية كثمة قتل برصاص المسؤول الامني للميليشيا في ذات المديرية المدعو عبدو النبعي مشيرا الى ان المشرف الامني اطلق النار على مدير ادارة البحث الجنائي يوسف السنة داخل مبنى ادارة امن المديرية وارده قتيلا على الفور نهاية الموجز في امان الله اشتركوا في القناة